نظمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة ندوة تفقيفية للرجال القوات المسلحة بالأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وقيادات قوات الصاعقة والمظلات عبر الفيديو كونفرنس عقدات الندوة بمشاركة المختصين من وزارتي المالية والتنمية المحلية يأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الدور التوعوي لكافة الوزارات وإبراز ما يتم بذله من مجهودات ملموسة على أرض الواقع لدفع عجلة التنمية بمختلف محافظات الجمهورية كما يأتي انطلاقا من المسئولية الوطنية التي تقع على عاطق القوات المسلحة بالتعاون مع كل الوزارات لتوفير مناخ توعوي يهدف لإطلاع الشعب المصري على استراتيجية الدولة لتحقيق تنمية مصر المستدامة 2030